العالم كله مهووز بالجمال التقليدي ومعاييره المختلفة وفجأة قررت لوجينا صلاح تكسر القواعد والمعايير دي وتعرف الجمال من جديد الشابة المصرية لوجينا عندها 34 سنة وتم اختيارها عشان تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 اللي هتكون في المكسيك الشهر الجاي لوجينا عرضت أزياء نكحة وكمان هي أم البنت وتعتبر لوجينا علامة مميزة في عالم الجمال رغم ان هي بتعاني من مرض البهاك ومن وهي زيارة كانت عارفة ان التحديات مستهلة وعاشت مع البهاك رغم انه كان ممكن يمنعها من تحقيق أحلامها لكن في الحقيقة كانت دافع اللي خلها تمشي بثقة نحية أهدفها لوجينا ما خلتش البهاك يعطل نجاحها بالعكس حولته لنقطة قوة وبدل ما تحاول تخفي البقع الجلدية قررت ان هي تقبل مرضها واحد دانو كجزء من هويتها وبشجعتها وإصرارها بقت لوجينا وجه معروف في عالم الأزياء لوجينا لما شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون كانت عاوزة توصل رسالة قوية ان الجمال مش بس في الشكل المثالي لكن كمان في الثقة بالنفس وتقبل الاختلاف وقالت الجمال مش ممكن يتلخص في قالب واحد لازم نحتفل بجمالنا بكل تفاصيله الفريدة مهما كانت مختلفة وهي شايفة ان مرض البهاك هو اللي خليها تتميز في المجال ده ويتكمل مشوارها ده غير مسيراتها المهنية لوجينا أم حنونة وبتحاول توازن بين حياتها كأم وعارضة أزياء ومنافسة في ملكة جمال الكون وطريقها ما كانش سهل لكن هي تعلمت من تجربها الصعبة ان التحديات هي اللي بتصنع الأبطال لوجينا قالت عن الأمومة كوني أما علمني الصبر والتحمل وخلاني أشوف الجمال في كل حاجة حواليا وبتشير كمان ان دعم بنتها هو اللي بيخليها قوية وتقدر تكمل في مسابقة ملكة جمال الكون بثقة أكبر لوجينا شايفة ان مشاركتها في المسابقة فرصة توصل رسالة عالمية عن تقبل الاختلاف وتعزيز الجمال الفريد هي مش بس بتمثل مصر لكن كمان بتمثل كل الناس اللي حاسين ان هم مختلفين بأي شكل وبتتمنى لوجينا ان وجودها على منصة ملكة جمال الكون يكون مثال يحتزى به لكل حد عنده مشاكل جلدية او اختلاف في اي حاجة وبتقول اريد ان يرى العالم ان الاختلاف ممكن يكون جميل وان الجمال الحقيقي في التفرد وثق بالنفس